الأكاذيب الإسرائيلية رد عليها الدكتور ديارة شوان رئيس هيئة الاستعمال الاستعلامات قال الفترة الأخيرة كان فيها تصريحات المسؤولين إسرائيليين أولهم نتنياهو عن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والزخائر ومكوناتها لقطاع غزة من مصر وقال كل دول العالم عرفة جهود مصر في آخر عشر سنين عشان تحقق الأمن والاستقرار في سينة وتعزز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وغزة لدرجة أننا عملنا منطقة عزلة بطول خمسة كيلو من رفح المصرية وبطول الحدود مع غزة تم تدمير أكتر من 1500 نفق وتم تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد 14 كيلو وتعزيزه بجدار خراساني ارتفاعه ستة متر فوق الأرض وستة متر تحت الأرض والإسرائيل وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وبتملك أحدث وأدقة وسائل الاستطلاع والرصد اليعني وقواتها ومستوطنتها وقواتها البحرية بتحاصر قطاع غزة اللي مسحته صغيرة من 3 جوانب وكل اللي عندها اتهامات مرسلة لمصر بدون أي دليل عليها وكلام عن تهريب بشحنات المساعدات أو جوه شحنات المساعدات والبضايع لغزة من ناحية مصر لمعبر رفح كلام يثير السخرية لأن أي شاحنة بتدخل غزة لازم الأول تعدي على معبر كرام أبو سالم وده تبع إسرائيل وإسرائيل بتفتش كل الشحنات وتسويق الأكاذيب دي هي محاولة لخلق الشرعية لسعياء الاحتلال ممر في لادالفيا أو صلاح الدين في غزة مصر متفقى مع إسرائيل من 2005 و2021 على زيادة حجم القوات وإمكانيات حرس الحدود في المنطقة الحدودية عشان تأمن الاتجاه الاستراتيجي الشمال شرقي والحكومة الإسرائيلية المفروض تحقق داخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات المجتمع بتاعها عشان تلاقي المتورطين الحقيقيين في تهريب أسلحة أو غير أسلحة الغزة لأن المعلومات بتأكد أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لغزة بتيجي من البحر المتوسط مش من مصر طبعا ده غير ورش تصنيع الأسلحة والسواريخ والمتفجرات اللي موجودة جوا غزة اللي عملوها المقاومة بشكل يعني رائع بإمكانيات بسيطة حققوا هذا الشكل الرائع ده كلام أنا مش كلام الدكتور ديارة شوان مش عايز أدخله في أنه هو يبقى كلامي أو تعليقي يبقى يحسب عليه